بسم الله الرحمن الرحيم وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علم الغيوب إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم بإذن الله بغينا نكمل عن العمل اللي كنا بديناه من قبل وهو أننا كان بسطول معنى ديال الكلام اللي جاء في الكتاب اللي يكتبو الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله وقلنا سماه المنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفة اليوم بغينا نتكلمو على واحد الكلام سماههم سماه الإمام عبد السلام ياسين مقدمات مقدمات وجوه في اللول ديال هذا الكتاب مقدمات معناه بحل اللي كنقوله إحنا في الدارجة ديالنا اللساسات اللساسات اللي عليهم كي يكون لبني والإمام عبد السلام ياسين رحمه الله جعل هذه اللساسات باش عليهم يتبنى الكلام اللي غيكون في هذا الكتاب للقدام وحتى هذه اللساسات واحد كي يتبنى عليها لآخر اللساس اللول سماه منهاج النبوة كي يقول الله سبحانه وتعالى في صورة المائدة كي يتكلم عن نبي صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعاس ومنهاجة صدق الله العظيم قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الشرعة ما ورد به القرآن والمنهاج ما وردت به السنة يعني أن الشرع كله من الله سبحانه وتعالى خرج من القرآن والسنة للنبي صلى الله عليه وسلم بيينتها تشرع مزيان وبينت كيفاش يتطبق كيقول إمام عبد السلام ياسين رحمه الله بأن هذه الكلمات ديال الشرع وشريعة ومنهاج المعنى ديالهم كلهم في اللغة العربية هو طريق طريق علاش المنهاج ضروري عدد المسلمين اليوم حافظي للقرآن ومكتوب عندهم في المصحاف وموجود وكيقرأوها الناس ولكن فين هو العمل وتطبيقة القرآن السنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبة في الكتوب وكيقرأوها المسلمين ويحبوها وكيقدروها ولكن فإن لي شد القرآن والسنة وتبقهم على حقهم كيف كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام اللي تبقوا كلام الله وتبقوا السنة وجاهدوا ووصل كل واحد منهم كل واحد منهم على الله الواحد درجة عالية وصل الإحسان وعزهم الله سبحانه وتعالى ونصرهم وابنوا دولة ديال الإسلام على شراء الله علاش هما رضي الله عنهم وصلوا لها الدرجة وحنا اليوم ما كينوالوا ضعاف علاش لأنه ما تمشوا على المنهاج ديال النبي صلى الله عليه وسلم باش قلنا كل واحد منه هو مع الله يوصل درجة عالية في الإيمان ويفوز عند الله سبحانه وتعالى وتوصل عاود لأمة المسلمين كاملة عاود ويعزها الله سبحانه وتعالى وينصرها وتكون عندها كلمة وتكون عندها قوة وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى المؤمنين إلي تمشوا قلنا على المنهاج ديال الرسول صلى الله عليه وسلم كين طريق واحد اللي كيوصل به الإنسان باش يولي عبد ديالله سبحانه وتعالى حقا خاضع لله وغادي في التعضله ومجد نفسه وماله وما كي يملك كلهم يضحبهم في سبيله هذا الطريق هو اللي تمشوا عليه الصحابة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهي الطريق اللي كاينة إلا بغت هاد الأمة تنوض من هاد الذل فاشكينا اشنو هو المنهاج ديال المسلمين اشنو هو الطريق اللي يخشش الده بالكتاب والسنة باش ما يبقاش الدين ما يبقاش الدين محصور غير في الجوامع وما عنده خبار اش كي يجرى على بره في الحياة قلنا القرآن هوا بين الدين والسنة هي مكتوبة عندنا والخير والحق كله فيهم ولكن كيفاش نديرو باش يبان هاد الحق ويبان علينا الله سبحانه وتعالى ما يتكلم معنا في القرآن يا أيها الذين آمنوا وكي أمرنا وكي نهينا إلما كانتش الإيمان ديالنا قوية ما نقضتوش نتبقوا هاد الأوامر دي الله سبحانه وتعالى اللي كينا في القرآن والطاعة دي الله عز وجل واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واجب علينا موسيقى 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 اشتركوا في القناة